مساء الخير يا حبيب مساء السعادة عاملين ايه يا رب اكونوا بخير يا حبيبي زي ما انت شايفين كده يا حبيبي هنعمل بكتب الماشروم مش بصدور الدجاج احنا هنعملها بوراك الدجاج شايفين طريقة سهلة وبسيطة مخدتش مني عشر دقيق كل الحكاية والطعم كان خرافة صدقوني زي ما قلتلكو احنا بنحب نغير وننوع من وقت للتاني عشان ايه ما نملش من الايه من الروتين بتاع الاكل الايه اللي احنا بنعمله على طول لا لازم نغير يا حبيبي انا جبت الطاصة وحطت فيها مكعب زبدة وكمان حبت زيت درة بس هتفك شوية بس كده ونبتدي بقى ايه ننزل بالوراك اللي احنا ايه غسلينها انا حياء ملح وفلفل كده نص معلقة فلفل ونص معلقة ملح ولسه ايه هحط برضو تاني ايه هنحياء تاني في الطاصة ان شاء الله انا كده هقلب بس الوراك كده في الملح والفلفل وهنزل بقى في الطاصة كده ايه نملاها عشان ايه نصدمهم نديهم لون منهم ياخدوا لون ومنهم ايه يستووا كمان معانا هنحط حبة حبة كده لحد ما ايه نخلص الكمية بتاعتنا كلها اكلة جميلة يا حبيبي صدقوني روعة هنملا بقيت الطاصة عشان نخلص من الكمية كلها هي اتصدمت كده هنقلب برضو ايه على الوش التاني شوية على الوش التاني كده البكاتة بتتعامل بالصدور بس انا حبيت انه بدي عملها ايه بالوراك نغير وطعمها صدقوني كان احلى بكتير اوي كمان ده هي الصدمة شمال ويمينة الوراك خلاص استوت يعني مش هتاخد مننا وقت في الايه في السوس التاحة خلاص انا خلصت الطاصة دي هطلحها وهنبتدي برضو نحط ايه في بقية الوراك نملك كمان الطاصة التانية اللي بيحب الوراك يعمل اللي بيحب الصدور يعمل كل واحد بقى وحسب ما بيحب يا حبيبي كده بس مستنية بس اديهم وش ايه شمال وش يمين كده وحنطلحهم على طول حلوة الاكلات الخفيفة دي ما بتاخدش منك وقت وكمان ايه تغيير خلاص هم اخدوا وش كده هنديهم ايه نظمهم على الوش التاني كمان دول اخر حبة يا حبيبي خلاص اهو هنبتدي بقى خلاص نطلحهم كمان خلصنا اهو ايه خلاص الوراك استوت مش محتاجة ايه اه تقعد كتير في قلب السوس اللي هنعمله في نفس الطاصة بالسمنة بتاعتها الزبدة بتاعتها بالزيت بكله هقلب بقى ايه طبق المشرم اللي كنت جايباه بس انا كنت حطاه في الفريزر قطعناه زي ما انتوا شايفين يا حبيبي كده وهقلبه بقى كم تقليبة كده انا عايزا هي تقلب جامد كده وياخد ايه ويدي مع الزبدة امش قادر اقول لكم على رحة الزبدة في الشقة شكلها ايه عندي قلبة كريمة الطبقة حطيتها كمان على على المشرم انا حطيت القلبة كلها والورقة الطبقة بتاع المشرم وجبت كمان نص كيلو الوراك دوت واكلة جميلة واكلة تحفة صدقون نحن حنحيق ملح وفلفل برضو نص معلقة ملح نص معلقة ملح صغيرة كمان هنحط نص معلقة فلفل زي ما انت شايفين يا حبيب كده ونسيبهم برضو ايه ياخدوا يدوا مع بعضهم شوية ايوه خلي كل الخليط يمتزك ببعضي كده هنزل بقى ايه بالوراك اللي صدمناها بتعتبر خلاص ايه يعني مستوية تقريبا تمانين في المية انا اقلب فيهم كده خليهم كلهم يتشربوا في قلب الخليط اللي عملناها وكده ايه لسويهم وخليهم ايه ياخدوا بقى يسوي ايه العشرين في المية اللي بقى من الايه من سوى الفراخ انا وطيت وهغطيهم شوية يا حبيبي يعني خمس دقيق كده وارجع لهم خلاص ايه البكاتة بتاعتنا استاوت وجرنشنا الطبق بالخيار الجميل ده شكلها كان تحفة وطعمها كان جنين حاجة روعة صدقوني يا حبيبي حاجة يعني كده ايه من وقت للتاني بنحب بقى ايه ندلع العيال عايزة تعملي جنبها حب ترز حتبقى جميلة وروعة كمان ايه رأيكم بقى في الجمال ده دي كانت حلقاتنا يا حبيبي النهاردة ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك والى اللقاء يا حبيبي الفيديو قادم باي باي اشتركوا في القناة